موسيقى أصعد الله ووقاتكم مشاهدين الكرام بكل الخير وأهلا بكم إلى التاسعة هذه أبرز ما فيها من عنوان سلطات الاحتلال تقرر بناء 120 وحدة استيطانية في ودي قانا موسيقى مع بدء العام الدراسي 2400 غرفة صفية تحتاجها مدارس القدس موسيقى استهداف الأطفال سياسة ينتهجها الاحتلال لثني الأهالي عن المشاركة بالمسارات السلمية موسيقى وتتابعنا في التاسعة أيضا قادة مجموعة السبع يفتتحون قمتهم بعد قليل وسط خلافات حد موسيقى أهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة والبداية مع زميلة ديانا استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية في مكتبه برام الله فعاليات مخيم العين ومخيم بلاطة وبلدية كفر عقب كل على حدأ حيث طلع منهم على احتياجاتهم أهم القضايا للنهوض بالواقع المعيشي والتنموي فيها وأوعز رئيس الوزراء بتلبية عدد من الاحتياجات بشكل فوري وحسب الإمكانيات المتاحة مشددا على أن القيادة والحكومة تضعان المخيمات على رأس السلم أولوياتها باعتبارها مركبا أساسيا في النسيج المجتمعي الفلسطيني ونموذجا للتضحيات التي قدمها أبناء شعبنا انتزعت القيادة من الحكومة الإسرائيلية قرارا بتحرير ضرائب المحروقات من حسابات أموال المقاصة وتمكنت من إحالة جبايتها إلى وزارة المالية في تغيير جوهريا على اتفاقية باريس في سابقة هي الأولى من نوعها انتزعت الحكومة قرارا تاريخيا يقضي بإحالة جباية الضرائب على المحروقات من أموال المقاصة إلى صلاحياتها وبأثر رجعي منذ مطلع العام الجاري ما يعني تخليص زهاء ملياري شيكل من أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال منذ شهر شباط الماضي في وقت بلغت فيه الأزمة المالية منعطفا خطيرا عقب أن كانت مرتهنة بقبضة إسرائيل منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي في تغيير جذريا على اتفاق باريس الاقتصادي تحرير القيادة دون أن تتنازل عن موقفها المبدئي برفض أي اقتطاعات من جانب واحد الضرائب على المحروقات التي تشكل ثلثي إجمال أموال الخزينة العامة لوزارة المالية من قبضة الاحتلال يحمل إيجابيات جمّة فعلى الصعيد السياسي تساهم في كبح جماح إسرائيل واستغلال نفوذها على تلك الأموال لممارسة ابتزازها المالي على القيادة وشعبنا أمام أي منعطف سياسي لتحقيق مكاسب سياسية لم تنتهي مخرجات تحرير الضرائب على المحروقات وإخراجها من حسابات المقاصة التي ماطلت إسرائيل في بحث هذا الملف أو التعامل معه لسنوات عند الحدود السياسية فحسب بل هناك جملة من الإنعكاسات الإيجابية التي ستعود بالمنفعة على الواقع الاقتصادي الفلسطيني خاصة فتح آفاق استراتيجية لاستيراد مشتقات النفط من الخارج مباشرة في وقت أعدت فيه الحكومة خطة شاملة لتحقيق هذا الغرض بدأت بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول وإنشاء محطات لتكرير البترول تماشيا مع مصلحة المواطني ولدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتتكون المقاصة من الدرائب والجمارك على الواردات الفلسطينية من الخارج ومن إسرائيل تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية مباشرة على الحدود مقابل عمولة ثلاثة في المئة على أن توردها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر ووصل مجموعها في السنوات الأخيرة إلى حوالي سبعمائة مليون شيكل شهريا فلفها يأتي من الضرائب على المحروقات وعليه فإن تحرير هذا المبلغ تكون الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال والانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة دون أن تنكس مواقفها الرافضة للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية الهادفة إلى تطويع سمودها في وجه صفقة القرن خلدم طاوع تلفزيون فلسطين يتوجه غدا حوالي مليون وثلاثمائة وعشرة ألاف طالب وطالبة إلى مدارسهم في كافة أرجاء الوطن حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه رغم الحصار المالي المفروض على شعبنا من قبل الاحتلال إلا أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي تم توفيرها إلى ذلك يعاني قطاع التعليم في القدس من نقص حاد في الغرف صفية يصل إلى 2400 غرفة صفية إلى جانب استمرار محاولات تمرير المناهج المشوهة وذلك ضمن الحرب على المنهاج الوطني التفاصيل مع كريستين ريناوي نحو 96 ألف طالب وطالبة من القدس يستعدون للالتحاق بالعام الدراسي الجديد وسط تحديات تؤرق المختصين في قطاع التعليم وأبرزها نقص الغرف الصفية الذي يصل إلى 2400 غرفة صفية جراء سياسات الاحتلال التي لا تريد مدارس فلسطينية تعلم منهاجا وطنيا يدعم مبدأ الحفاظ على الأرض والهوية النقص في الغرف الصفية الاحتلال يتضرع بحجة جذراء أنه لا توجد أراضي في قدس الشرقية والحقيقة أن الاحتلال يصادر الأراضي من القدس الشرقية لصالح المستوطنات والمستوطنين ما يسمى بالخدمات العامة ويرفض أن تتحول إلى مباني تخدم العملية التعليمية في مدينة القدس المناهج المشوهة والمحرفة التي يسعى الاحتلال إلى تمريرها على طلبة القدس ليست سلاحه الوحيد لمحاربة التعليم الفلسطينية فالمدارس بمظلاتها التعليمية المختلفة تتعرض للابتزاز والمقايضة بدفع أموال الدعم مقابل اتباع المنهاج المحرفة عدا عن تخصيص ملايين الشواكل لمخططات أسرلة المناهج عندما نقول بأن هذا الحرب تأخذ منحة تجفيف المصادر المالية للمدارس التي تدرس وفق المنهاج الفلسطيني وتهديدها بقطع المساعدات عن تلك المدارس بالإضافة إلى أن الاحتلال لا يقوم بترميم المدارس التي تقوم بالتعليم وفق المنهاج الفلسطيني يقدم حوافز تربوية وتعليمية ومادية كبيرة للمدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي أو تفتتح شعب صفيا للمدارس الإسرائيلية وفي سياق ليس ببعيد في بلدة العسوية قررت لجنة أولياء أمور الطلبة عدم الالتزام ببدء العام الدراسية وإعلان الإضرابة احتجاجا على الحالة الأمنية التي تعيشها البلدة بالاقتحامات التنكيلية ضمن الحملة المستمرة منذ ثلاثة شهور السيطرة على عقول الأجيال يعني السيطرة على الأرض والمقدسات لذلك يدرك المقدسيون أهمية وأبعاد الحرب على التعليم الفلسطيني في القدس ويتصدون لها حفاظا على قيمهم ومدينتهم كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين العاصمة المحتلة لمتابعة الموضوع انضم إلينا مباشرة الأستاذ زياد الشمالي رئيس الاتحاد أولياء أمور طلاب القدس أستاذ زياد أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد يعني نعلم الحرب الضروسة التي تتعرض لها مدينة القدس بكل مكوناتها في الإطار الجغرافي والديمغرافي المخاطر التي تنعكس عن هذه الحرب بهذا النقصان الكبير للغرف الصفية وكذلك محاولات دس تلك المناهج المشوهة لأبنائنا وطلبتنا في المدينة المقدسة بداية نتمنى لأحبتنا الطلبة عام دراسي جديد توفر فيه الأمن والأمان من خلال ابتعاد الشرطة الإسرائيلية وقوات الجيش المتمركزة دائما أمام المدارس لتوفير الأمن والأمان كما ونطالب الجهات الرسمية الإسرائيلية بإطلاق صراح جميع الطلاب من سجون الاحتلال ليتمشوا مع بقية زملائهم في العام الدراسي أما بقضية ما تم طرحه من قبلكم نعم القدس بما فيها التعليم يتعرض إلى هجم شرسة لأسرلة التعليم وطبعا لما نحكي عن التعليم نحن نحكي عن العقل والعقل معناته هو الفكر الانتماء التاريخ وعندما يتم شطب هذا التاريخ من داكرة أبنائنا الطلبة من خلال الكتب التي تقوم بلدية الاحتلال بنسخها طبعا نحن نحكي عن المنهاج الفلسطيني المزيف التي تقوم بلدية الاحتلال بإعادة اتباعته بتحريف كثير من المواد التي موجود في داخل هذا المنهاج وعرضيه على أبنائنا الطلبة في مدارس التي تتبع المظلة التعليمية للبلدية وطبعا هنا الخطر الكبير أن هذه المواد المحرفة ستؤثر تعليميا على ذاكرة وعقول أبنائنا الطلبة لأنها تحاكي التاريخ الإسرائيلي المزيد طيب سيد زياد ونحن نتحدث عن هذه الحرب على العقول وهي أخطر ما يمكن أن يتعرض له المواطن المقدسي كيف يمكن مجابهة هذه الحرب على مختلف الأصعدة سواء كان شعبيا رسميا أو حتى قانونيا بداية نحن نقوم بتوزيع الكتب المنهاج الفلسطيني الغير محرف في كافة مناطق القدس ولكافة الطلبة إن كانوا في مدارس تابع على مدارس تتبع مظلة التعليم الإسرائيلي أو المدارس التي تتبع المدارس الخاصة الموجودة في القدس فنحن نناشد جميع أولياء الأمور باقتناء الكتب كتب المنهاج الفلسطيني الغير محرف ويكون هو الكتاب الوحيد الذي بحوزة الطالب وفي شنطة الطالب والتي يقوم بالدراسة من خلاله ولا يتعامل مطلقا مع الكتب المزيفة التي تقوم بلدية الاحتلال بتزييف الكتب ثانيا طبعا نطالب جميع وسائل الإعلام نطالب الجهات الرسمية بوقفة جادة قانونيا ضد عملية تحريف المنهاج الفلسطيني وطبعا هناك حقوق دولية تحفظ وتحمي الكتاب لأنه له حقوق طباعة فمن خلال وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نطالبهم برفع قضايا دولية ضد وزارة التعليم الإسرائيلية التي تقوم بتحريف المنهاج الفلسطيني من خلال طباعته وتزييفه من جديد شكرا جزيلا لك زيد زيادة الشمال الرئيسي الاتحاد أولياء أمور طلاب القدس وبتأكيد المسارات المختلفة تقوم بها وزارة التربية والتعليم والقيادة تتابع ذلك بشكل كامل لحماية أبنائنا الطلبة في القدس من هذه الأخطار شكرا جزيلا لك قررت السلطات الاحتلال بناء 120 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في ودي قانا غرب سلفيت قرار احتلالي جديد ببناء 120 وحدة استيطانية في مستوطنة كرنيش شمرون منها ما هو أراضي لأحراش وتقعد من المحمية الطبيعية في ودي قانا سيتم تغيير صفة الاستخدام من محمية طبيعية إلى أراضي سكنية بقرار عسكري ومنها أيضا أراضي خاصة لمواطني ديرستيا وكفر لاكف مدة الاعتراض على هذا القرار شهران يسعى المواطنون في ودي قانا إلى تخليص أراضيهم من فك الاستيطان النهم خاصة وأن هذه المصادرة لم تكن الأولى في الوادي فطوق المستوطنات بدأ يضيق الخناق عليه من كل حدب وصوب تم تبليغنا أمس من قبل البلدية أن هذه الأراضي مصادرة وأنه سوف يتم توسعة مستوطنات جنات شمرون وكرنيش شمرون والمطلوب بنا أنه تحضير إخراجات القيد والحصر الإرث والحجاج ما يثبت أصحابها وملكينها رايحين نلجأ لمحكمة العدل العليا للاعتراض ومكاومة هذا القرار الاستيطاني اللي أنه بده يأخذ أرضنا ويقضمها ويعطيها للمستوطنين وإحنا كبلدية رايحين ندافع عن أراضي خزينة الدولي كمان اللي موجودة في هذا الحوض المنوي مصادرته والبناء في 120 وحدة سكنية قد تكون المحميات وسيلة من وسائل عدة أوجدها الاحتلال ليزيد مساحة ما يبتلعه من أراضي في وادي قانا هنا ترتسم ملامح ألعيبه بوضوح تام ونشاهد الحرب الحقيقية التي يشنها على مزارعي في هذا الوادي إما محمية طبيعية مزعومة أو مصادرة للأراضي وبناء وحدات استيطانية بالمئة الأمر واضح هو الاستيلاء الكامل عليه في مقابل تضييق تام على المزارعين فيه من وادي قانا محمد اشتاية تلفزيون فلسطين استولت سلطات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة عقب مداهمتها منازل ومحل تجارية في قرية عين عريك غرب رام الله هذا وتواصل قوات الاحتلال من إجراءتها المشددة ووجودها العسكري في قرية غرب رام الله بزعم البحث عن منفذ عملية أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية في الخليل يتعرض حي وادي الحصين إلى هجوم متزايد من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال بالإضافة إلى رشق المنازل ومركبات المواطنين بالحجارة خاصة في الليل عزم بنات والمزيد حجج واهية يتدرع بها الاحتلال ومستوطنه للاعتداء على المواطنين في حي وادي الحصين وسط الخليل اعتدى عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على الأهالي من عائلتي سعيفان ودعنا ناهيكم عن مهاجمة مركبات المواطنين القريبة من المستوطنات مبارح الظهر على أهلي قال لأو أنا مروحة أول جنود موقفونيش تاني جنود اللي هم بقولولي لازم أنت ترجعي بس قالوا لي لازم ترجعي أمتى لما إجان المستوطن من تحت يجري ويصرخ ويصوت ومش عارف أنا شو هو شو بيحكي وبيقول لي أنه هذا يعني يفهمته من كلامه أنه هذا الشارع أنت ممنوعة تعدي عنه تقريبا الساعة العاشرة مساءً بتمر من الشارع ست بريئة قام مجموعة من قطعان المستوطنين بالمئات بمحاولة الهجوم عليها والاعتداء عليها أمام منزلي هنا في المنطقة هاي طبعا أي إنسان وأي مواطن مهما يكون يعني يجب أن يتحرك فقمت بفتح الباب عندي من أجل أن أدخلها إلى بيتي لا أكثر ولا أقل بوجود الجيش الإسرائيلي كما تترونه فجئت أنه بيهجم علي مجموعة من المستوطنين تعد بالعشرات ومحاولة الاعتداء ضربي هذه الشوارع المليئة بعشرات الثكنات التي تفرض النظام العسكري لتأمين اقتحام المستوطنين المتوجهين إلى المسجد الإبراهيمي الشريف فكل من يمر من هذه الأماكن يتعرض إلى التنكيل والتفتيش التي طالت أيضا طاقمة الفيزيون فلسطين أثناء التغطية أي حدث بصير إن كان متعمد من قبل المستوطنين أو غير متعمد طبعا المناطق المغلقة في مدينة الخليل هي بتتلقى صدى هذا الاعتداء مساء أمس اعتدوا على المنازل كسروا البيوت ضربوا النساء حتى الأطفال ورح تشوف الصورة عن كثب وزي ما أنتم شايفين هاي يوم عصابات أغلبهم عصاباتا حتى الكلام بدي يمنعونا أنه نحكي ونوصل الحقيقة للمشاهدين ما يكون في عملية قتل إحدى المستوطنين في الدفة الغربية يكون هنا في الخليل ردية فعل قوية من قبل المستوطنين ويسود المنطقة توتر حاد من قبل المواطنين الفلسطينيين بالأمس نظمة أدت اعتداءات في منطقة البقعة اعتداء على الممتلكات الفلسطينيين ومواطنين الفلسطينيين ونضرب حجار عصيات المارأة في الطريق وأيضا في منطقة واد الحصين عشرات المستوطنين هاجموا البيوت هاجموا المنازل في المنطقة وكان هناك اعتداء واضح على إحدى السيدات حي واد الحصين كغيره من الأحياء والأماكن السكنية التي تتعرض إلى مثل هذه الإجراءات كحارتي السلام وجابر وشارع الشهداء وتل رميدة التي سجل فيها الاحتلال أبشع جرائمه لا أمان ولا استقرار ولا عين تغمض بوجود هؤلاء المستوطنين الذين يستبيحون الأرض والبيت بحجة أنهم أصحاب حق من حي واد الحصين وسط مدينة الخليل عزمي بنات تلفزيون فلسطين تواصل قوات الاحتلال مسلسل استهداف الأطفال في قرية كفر قدوم الشرقي قلقيلية بشكل ممنهج لثني الأهالي عن المشاركة في تظاهرة الأسبوعية السلمية إحدى هذه الرصاصات اخترقت رأس الطفل عبد الرحمن الشتيوي قبل نحو شهر من الآن وما زال يرقد في غيبوبة هذه دماؤه وهذا ما آل إليه الحال بعد عمليات عدة وجريت له لإزالة عشرات الشظايا من الرصاصة المتفجرة التي أطلقها جنود الاحتلال أثماء اعتدائهم على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في المسيرة التالية خرجت جماهير شعبنا مطالبة بالتوقف عن استهداف الأطفال مؤكدة أن الإرادة لن تنكسر والمسيرة سوف تستمر جنود الاحتلال عادوا وأصابوا طفلين في ذلك اليوم مؤكدين بذلك على الاستمرار في نهج استهداف الأطفال الأطفال الذين يشاركون في إيصال رسالة قريتهم من خلال هذه المسيرة السلمية أو الذين يظنون أنهم آمنون في منازلهم أو أمامها يبدد لهم جنود الاحتلال هذا الظن باستهدافهم إما بالإصابة المباشرة أو الترويع كما حدث مع هذا الطفل الذي اعتقلته قوات الاحتلال لساعات عدة أثناء كمين محكمة مئات الأطفال استهدفتهم قوات الاحتلال في كفر قدوم خلال هذه المسيرة التي انطلقت منذ ثمان سنوات من أجل إعادة فتح طريق القرية التي أغلقها الاحتلال لصالح مستوطنة قدومين المقامة على أراضي المواطنين أحمد شاور تلفزيون فلسطين دعت القوى الوطنية والإسلامية لاستنهاض العمل الشعبي وتوسيع الأنشطة الداعمة للأسرة في سجون الاحتلال وطلبت القوى بضرورة تفعيل نقاط الاحتكاك مع الاحتلال في كافة المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية ضد الجدار والاستيطان مشددة على أهمية توسيع حملات المقاطعة والعمل على وقف التعامل مع منتجات الاحتلال هذا هو يواصل ثمانية أسر إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لتجديد اعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير حذيف بدر المضرب منذ الأول من تموز وتستمر إدارة السجون في تجاهل مطالبهم رغم تفاقم معاناتهم جراء تدهور أوضاعهم الصحية بشكل كبير ينضم إلينا مباشرة من بيت الأحمى المتحدث باسم هيئة شئون الأسرة والمحررين حسن عبدربو أهلا ومرحبا بك سيد حسن أهلا بكم أخ محمد وأخي ديانا سيد حسن هذا عملية الاستنزاف من قبل الاحتلال دائما تستهدف هؤلاء الأسرة الذين يخذون إضرابات لرفض الاعتقال الإداري وتستنزف كل الطاقات من أبناء شعبنا ما هي الخطط المدرجة لديكم حتى تكسر مثل هذه الحرب التي تخاض من قبل الاحتلال بحق الأسرة سواء الإداريين أو غيرهم أعتقد بأن هذا الملف ملف الاعتقال الإداري والذي يتم بشكل مباشر من قبل القيادة السياسية للاحتلال الإسرائيلي والمستوى الأمني أيضا والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تعتقل أبناء شعبنا نحو 500 معتقل الإداري داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي هذا الوضع يستوجب بالفعل حراكا جماهريا فلسطينيا ذات نطاق أوسع مما هو عليه الآن وإن كان خلال الثمانية واربعين ساعة الماضية قد شهدنا زيادة في وطيرة التفاعل الشعبي من خلال الإضراب الذي حدث في بلدة أبوديس وأيضا خيام الاعتصام التي انتشرت في العديد من محافظات الوطن والفعالية التي نطمت أمام معتقل عوفر نحن بحاجة إلى جهد أكثر أيضا من خلال استنهاد القوى السياسية لدورها وفعالياتها انتصارا لعدالة قضية الأسرة والمعتقلين وخاصة أولئك الذين يستمرون في معارك الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للسياسة الاعتقال الإداري التعسفي والعنصري هذا الوضع أيضا لابد أن يكون هناك يرافقه خطوات جادة من قبل الدبلوماسية الفلسطينية من خلال تنظيم حملة دبلوماسية وقانونية وإعلامية على المستوى الدولي من أجل مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لرفض وعلاء الصوت عاليا في رفض ومواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي تتناقض مع كافة الموعيير والقوانين الدولية وفي مقدمة ذلك اتفاقيات جينيف والقانون الإنسان الدولي سيد حسن بالعودة إلى الموضوع الشعبي هناك من يرى بأن هذه المشاركات والفعاليات على أرض الواقع هي نوعا ما خجولة ولا تتلاءم مع ما يمر به الأسرة خاصة في ظل الأوضاع الصحية الصعبة اليوم ما هو المطلوب سواء من إيجاد أساليب لتفعيل وأيضا تنشيط وتوسيع المشاركة في الميدان وكافة نقاط التماس مع الاحتلال ما هو المطلوب اليوم نعم المطلوب بكل وضوح أن يكون هناك أكثر وفاء وأكثر التزاما من قبل فصائل العمل الوطني الفلسطيني بمختلف مسمياتها وألوانها السياسية بأن تنتصر لكوادرها وقياداتها وأبنائها الذين هم الداخل الأسر بشكل عام وخاصة أولئك الذين يخضون معارك الإضراب المفتوح عن الطعام لا يوجد أسير داخل السجن ليس له انتماء أو ولاء سياسي لهذا التنظيم أو ذاك وبالتالي المسؤولية الأولى تقع على كاهل القوى السياسية الفلسطينية باستنهاض جهودها وأيضا الفعاليات المجتمعية والقطاعات النقابية والأطر المهنية المختلفة والشبابية والنسوية أيضا مطالبة بأن يكون لها حراكا في الشارع الفلسطيني لأن الأسر عندما ناضلوا ضد الاحتلال الإسرائيلي لا يضلوا بهدف الاستقلال الوطني والخلاص من الاحتلال ومن أجل حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني وليس لذواتهم أو لأسرهم وعائلاتهم وبالتالي الأجدر بأن يكون الوفاء لهم من خلال الانخراط في العمل الجماهيري أكثر وأكثر مما نراه الآن وبالتأكيد نحن هذا باديا للعيان بأن التفاعل في كثير من الأحيان يكون تفاعلا محدودا جدا وخجولا جدا ولكن أعتقد جازما نحن الآن على عتبة حالة الصنهاد جديدة في هذا الموضوع نتمنى ونأمل من كل أبناء شعبنا أن يرخرطوا في هذه الفعاليات أكثر مما هي عليه الآن شكرا جزيلا لك سيد حسن عبد الرب المتحدث باسمي هيئة شؤون الأسرة والمحررين أشكرك جزيلا تحت رعاية رئيس الوزراء دكتور محمد اشتير نظمت جامعة الأزهر في غزة المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلانية وذلك بهدف تنمية وتطوير علم الصيدلة أطلقت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر مؤتمرها الدولية الأول للعلوم الصيدلانية لأول مرة برعاية منظمة الصحة العالمية وشركات الأدوية الكبرى في المحافظات الجنوبية لعرض العديد من الأبحاث العلمية في مجال تطوير الأدوية يهدف إلى تطوير المهنة تطوير القطاع الصحي في القطاع وفي الوطن وتعزيز البحث العلمي في المجالات الصادرية المختلفة من أجل تطوير من أجل الإبداع ومن أجل الوصول إلى آخر المستجدات في العلوم الصيدلانية والتي ستؤدي في النهاية لخدمة الوطن ولم يقتصر دور المؤتمر على تعزيز البحث العلمي لتطوير قطاع الصيدلة فقط بل ساهم في التقاء الباحثين والأكاديميين وعرض مقترحاتهم ومناقشة أوراقهم البحثية بما يخدم القطاع الصحي عبر تقديم أبحاث تطور الخصائص العلاجية للأدوية الهدف الرئيسي كان عمل المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلية ليكون منارة لكلية الصيدلة وأيضا لجمعة الأزهر فهو عرض بحثي والعديد من الأبحاث التي أجريت في كلية الصيدلة أو خارج من الباحثين الذين كانوا في بعثات علمية عدة أيام عقد على مدارها هذا المؤتمر وناقش الأبحاث المقدمة من المشاركين وفتح المجال واسع لمشاركة دولية من جنسيات مختلفة كإضافة جديدة تخدم العلوم الصيدلانية المؤتمر هذا يقدم إضافة بشكل كبير للناحية الصيدلانية كونه كأول مؤتمر صيدلاني فعلي وإشي خارج من كلية جامعة الأزهر وكلية الصيدلة من هناك المؤتمر هذا يناقش أدوية جديدة أمور جديدة تكلم عن نشاط العلمي والبحث اللي توصل له قطاع غزة أو جامعة الأزهر بالإضافة إلى تم اتصال مع أطباء من بره وصيدلة من خارج اللي هو قطاع غزة أحدث الأبحاث تعرضها كلية الصيدلة بجامعة الأزهر في هذا المؤتمر الدولي الأول للعلوم الصيدلانية الذي يهدف إلى تطوير القطاع البحثي في الأدوية بما يخدم المرضى في قطاع غزة من غزة نور أبو شباب تلفزيون فلسطين في الشأن الدولي يفتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى بعد قليل قمة في فرنسا ينتظر منها الخروج بحلول عملية للأزمات التي تهز العالم وتهيمن على القمة خلافات كثيرة بين الدول الأعضاء خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا ونددت بكين بالقرار الأمريكي الأخير الذي قضى بفرض رسوم جمركية جديدة على البضاع الأمريكية اعتبرت أن واشنطن ستتحمل عواقب سياسة الاستقواء التي تنتهجها وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده تحث الولايات المتحدة بشدة على عدم إساءة تقدير الوضع مشيرا لأنه يجب أن تتوقف على الفور عن ممارساتها الخاطئة أو تتحمل جميع العواقب قال ميشيل بارنيي مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل أنه مستعد لبحث مقترحات واقعية من بريطانيا ذلك بخصوص انسحابها من الاتحاد وأضاف في تغريداتنا على تويتر أننا مستعدون لتحليل مقترحات بريطانيا تتسم بالواقعية والعملية والاتساق مع مبادئنا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد انسحابا منظما لكنه مستعد أيضا بأي نتيجة قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي وأوضحت قوات خفار السواحل اليابانية أنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية من منطقة يوجد بها مطار عسكري كوري شمالي ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطم أبحرت أول محطة روسية عائمة للطاقة النووية من القطب الشمالي لتوفير الكهرباء لإحدى المناطق النائية في البلاد أول محطة روسية عائمة للطاقة النووية أبحرت يوم الجمعة من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لتوفير الكهرباء لإحدى المناطق النائية في البلاد مما أثار مخاوف دعاة الحفاظ على البيئة المحطة التي تعرف باسم أكاديميك لومونسوف والتي طورتها شركة روس أتم النووية التابعة للدولة انطلقت في رحلة طولها خمسة آلاف كيلو متر عبر مياه القطب الشمالي قاصدة منطقة تشوكوتكا في مضيق بيرينج على الجانب الآخر من ألاسكا وتحل المحطة المزودة بالوقود النووي محل محطة تعمل بالفحم ومحطة طاقة نووية عتيقة لتزود أكثر من خمسين ألف شخص في بلدة بيفيك بالكهرباء وتقول روس أتم إن المحطة آمنة ويمكن أن تشكل مصدرا جديدا للطاقة للتجمعات السكانية المعزولة على الأرض إلا أن دعاة الحفاظ على البيئة عبروا عن قلقهم من خطر وقوع حوادث نووية حيث قال رشيد علي موف من فرع منظمة السلام الأخضر جرين بيس في روسيا لرويترز إنه يعتقد أن أي محطة عائمة للطاقة النووية هي وسيلة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر للحصول على الطاقة وردا على سؤال بشأن تعليقات السلام الأخضر قالت روس أتم إن المنظمة تعمل على إثارة الذعر وقالت روس أتم إن المحطة قادرة على مقاومة مختلف السيناريوهات السلبية بما في ذلك الكوارث الناجمة عن الأخطاء البشرية والكوارث الطبيعية وتأتي رحلة المحطة النووية في وقت زاد فيه القلق من الطاقة النووية في أعقاب انفجار مميت وقع هذا الشهر في شمال روسيا أثناء اختبار منظومة سلاح في تجربة تسببت في ارتفاع مستويات الإشعاع في مدينة قريبة بالعودة إلى شان المحلي وبالتحديد إلى المحافظات الجنوبية حيث يبدع الفنان عمر أبو كوش في فن الرسم والخط العربي وينتج لوحات تحاكي لواقع المزيد مع سالي السكن ضرب جديد من ضروب الفن اختره عمر كي يوصل رسالته للعالم من حوله صنع لوحات ومشغولات بالريشة والألوان محولا قضايا وطنية وأفكار إبداعية إلى لوحة فنية وبالخط العربي سرد تفاصيل ما خطته أنامله لتكتمل الحكاية تعلمت في فترة بسيطة جدا لا تتجاوز الأسبوعين أرسم شخصيات بشكل عال جدا بشكل احترافي جدا فبعد فترة لقيت أنه كل الناس أو كل اللي بيعرف يرسمون متجهين في نفس اللي أنا متجه فيه أنه ليش أنا يا عمر أروح معهم في نفس الموكب اللي هم رايحين فيه اللي هو بس رسم البورتريا أو رسم الشخصيات فأنا وقعت أنا عندي موهبة الخط العربي تمام فإنه ليش ما أوضف الخط العربي في الرسم ومع هذا الإبداع الذي أنجبه واقع اقتصادي ونفسي قاهر إلا أنه استطاع المشاركة في معارض محلية كما خرجت لوحاته لتزين معارض خارج القطاع ليبقى هنا يرقب ويرصد نجاحاته عن بعد أنا طورت من نفسي اللي هو بفضل أهلي طبعا أول شي هم اللي كانوا من السحب مليان طلباتي أنه أنا ما كنتش أنه يعني أقدر أن أجيب إمكانيات اللي هو الرسم كانت أول لوحة أرسمها في الخط العربي رسم الشخصيات في الخط العربي اللي هي لوحة الصرخة وشاركت فيها في معارض في غزة في ديوم العالمي الغذاء وحازت على إعجاب الجمهور كلهم تمام ومباعت وطلعت على القدس وأنا ضدت في غزة ورغم الحصار وإغلاق الجسور بين غزة والعالم أصر عمر أن يتسلق سلم المجد إلى أن تصنح الفرصة ويكشف عما أبدعت ريشته عبر كل المحافل الثقافية والفنية خارج مدينته الضيقة طموح أي حد أي فنان في غزة أنه إمكانياته تكون أعلى من هيك أنا بحكي بشكل فناني بشكل عامل أنا منهم وبعرف إيش معاناتهم تمام؟ من عاني من شحن موارد وصعوب الدخون على قطاع غزة وإذا دخلنا بدخلنا بأسعار عالية العلم والرسم والفن بحر أنا لسه بعدني على الشط لسه لقدام إن شاء الله إن شاء الله بنعمل أنه يعني يكون لنا بصمة على مستوى العالم مش بس على مستوى المنطقة أو اللي هو مستوى قطاع غزة بس محاولة غير مألوفة ولوحات لم تعتدها العين بين أياد الفنانين ترجم من خلالها المعنى الحقيقي لهذه الرسوم من خلال دمجها بين ثنايا الخط العربي لتعطينا هذا الفن الفريد من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة سالي السكني تلفزيون فلسطين أما الآن مشاهدين فننتقل وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية وكل ما يتعلق بأحوال التقس مع زميلة ريم صلاح أهلا بكم مشاهدين الكرام في أحوال التقس تستمر الأجواء الحارة هذه الليلة في جميع المناطق مع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وبالنسبة ليوم غد فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة جدا نهارا ومعتدلة بوجه عام ليلا كما ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج والآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمحافظات المحلية ونبدأ من العاصمة القدس 31 رمالة 29 نابلس 33 جينين وطوباس 34 تول كرم وقلقية 33 سلفيت 31 أريحة 41 بيت لحم 31 الخليل 29 وإلى المحافظات الجنوبية ودرجة الحرارة المتوقعة لنهار يوم غد في غزة 31 دير البلح 32 خان يونس 31 رفاح 32 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية نهاية نشرتنا الجوية لهذه الليلة شكرا على المتابعة وعودة الآن إلى ديانة ومحمد شكرا لك كريم قبل ختم نشر هذا تذكير بالعنوين سلطات الاحتلال تقرر بناء 120 وحدة سيطانية في وادي قانا مع بدء العام الدراسي 2400 غرفة صفية تحتاجها مدارس القدس استهداف الأطفال سياسة ينتهجها الاحتلال الثاني الأهالي عن المشاركة بالمسيرات السلمية وكان في النشرة أيضا قادة مجموعة السبع يفتتحون قمتهم وسط خلافات حادة شاهدين الكرام كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة نشكر لكم دائما طيب المتابعة إلى اللحظة إلى اللحظة